أي صراع مع إسرائيل أكيد العراق معين بذلك أولاً إسرائيل تدخلت طبعاً منذ 2003 إلى يوم من هذا أنا لا أتكلم عن ما قبل 2003 لا أتكلم عن ضرب إسرائيل بال82 المفاعل النووي العراقي بعد 2003 كل المجسات وكل التقارير الاستخبارية تقول بأن إسرائيل تولطت في قتل أغلب العلماء العراقيين بعد 2003 بعد 2003 هو بعد 2003 إسرائيل تولطت بذلك ومن ثم تطورت إلى أن ضربت المعسكرات الحشد والشرطة الاتحادية هنا في بغداد وفي بعض المناطق ضربت إسرائيل أمريكا صلحت رسمياً قات بأن هذه الطائرات هي طائرات إسرائيلية علماً بأنه طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية تملك الجو العراقي فهناك يعني دخول واضح جداً إسرائيلي على الساحة العراقية من خلال منه يعني